الجمعية العمومية لمصرف الشارق الإسلامي وخلال الاجتماع السنوي الذي ترأسه معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة مساء أمس صادقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم أي ثمانية فلوس لكل سهم يذكر أن المصرف حقق أرباحا سنوية صافية عن عام 2018 زادت عن 510 ملايين درهم وبنسبة نمو بلغت 7% مقارنة مع أرباح عام 2017